موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دقائق اخبارية يتلوها علي عزي بسم الله الرحمن الرحيم اكدت مصادر عسكري اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف الاسلحة بين الجيش الوطني وميليشيا الارهاب الحوثية في الجبهة الشمالية بتعز واشارت المصادر الى امتداد الاشتباكات الى منطقة الزنوج وجبل جرة وقالت المصادر ان عبوات الناس فانفجرت بعناصر حوثية اثناء محاولتهم التسلل فيما اجبرت قوات الجيش ميليشيا الحوثية على الانكسار والتراجع وكانت قوات الجيش الوطني احبطت يوم امس محاولة تسلل لميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الايراني شمال مدينة تعز تصدت قوات العمالقة لهجوم شنته ميليشيا الارهاب الحوثية المدعومة من ايران في منطقة الجفرة بمديرية العبدية جنوب محافظة مارب وقالت مصادر للمركز الاعلامي للقوات المسلحة ان ميليشيا الارهاب الحوثية حاولت الهجوم على جبل اعراش في منطقة الجفرة مستخدمة سلاح المدفعية والطيران المسير والاسلحة المتوسطة واشرت المصادر الى ان قوات العمالقة تعاملت مع الهجوم بحزم واجبرت الميليشيا الحوثية على التراجع والفرار واوقعت عددا من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح اعلنت وزارة الاوقاف والارشاد اعادة جميع الحجاج اليمنيين العالقين في مطار جدة الى مكة المكرمة مع توفير خدمات الاعاشة طوال فترة اقامتهم في الاراضي المقدسة ومتابعة اوضاعهم والعمل على ترتيب سفر الراغبين بالعودة الى ارض الوطن برا الى محافظاتهم وقالت الوزارة في بيان انه وبناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك فقد قامت بنقل الراغبين من الحجاج العالقين الى مطار العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع الخطوط الجوية اليمنية رغم تعنت ميليشيا الحوثية الارهابية ورفضها الافراج عن الطائرة المختطفة قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ان المختطفين في سجون ميليشيا الحوثية يعيشون ظروفا كارثية ورحبت الشبكة في بيان باستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بشأن الاسرى والمختطفين الجارية حاليا في سلطنة عمان برعاية مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الى اليمن واللجنة الدولية للصليب الاحمر واعربت الشبكة عن استنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في حملات الاعتقالات التعسفية والاختطافات بحق فئة وشرائح متعددة في المجتمع بما فيهم الاطفال والنساء وكل من يعبر عن رأيه قالت مصادر محلية في محافظة ابن ميليشيا الحوثية الارهابية سطت على ملعب لكرة القدم في مديرية العدين وحولت الى ساحة للحشد وترديد شعارات خمينية طائفية واشارت المصادر الى ان عددا من قيادات الميليشيا في العدين حشدوا الجمعة الماضية عشرات المواطنين لأداء صلاة الجمعة في ساحة الملعب وترديد شعاراتهم أقيم في مدينة مارب لقاء موسى لمشائخ ووجهاء المديريات الشرقية لمحافظة صنعاء أكدوا خلاله استمرارهم في دعم ومساندة قوات الجيش الوطني والأمن في معركة استعادة الدولة من قبضة ميليشيا الانقلاب وأكد أبناء ووجهاء المديريات الشرقية لمحافظة صنعاء استعدادهم الدائم لخوض معركة التحرير جنبا الى جنب مع الجيش والأمن غد عصابات إيران الحوثية التي لا تفهم لغة السلام وتواصل جرائمها بحق الشعب اليمني واختطاف الدولة والمؤسسات قالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من نصف الأسر في اليمن لا تأكل ما يكفي بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وتوقف المساعدة الغذائية منذ أشهر لملايين الأشخاص في المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب وأكد برنامج الأغذية العالمي بأن الحرمان الشديد من الغذاء وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في أجزاء من شمال اليمن بما في ذلك الجوف والبيضاء وحجة وعمران والحديدة يصوت مجلس الأمن الدولي في الثاني عشر من الشهر الجاري على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وذلك قبل يومين من انتهاء ولايتها ومن المقرر وفقا لبرنامج العمل الشهري المؤقت أن يعقد مجلس الأمن في الثاني عشر من يوليو الجاري جلسة صباحية للتصويت على تجديد تفويض البعثة الأممية لفترة إضافية والتي من المقرر أن تنتهي ولايتها الحالية في الرابع عشر من الشهر نفسه حذر تقرير أممي من أزمة مصرفية تلوح في اليمن على إثر لجراءات المصرفية المتبادلة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي وقال برنامج الغذاء العالمي في تقرير إن الريال اليمني فقد نحو 25% من قيمته خلال عام في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية اعتقلت السلطات المحلية في سقطرة يوم أمس شيخا قبليا بارزا في عاصمة المحافظة إحديبو وقال بيان صادر عن مؤتمر سقطرة الوطني إن السلطات المحلية اعتقلت الشيخ علي عامر القحطاني رئيس لجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرة أثناء مروره وسط مدينة إحديبو وعدان مؤتمر سقطرة الوطني عملية لاعتقال واعتبرها سابقة خطيرة داعيا إلى سرعة الإفراج عنها أكدت مصادر محلية في محافظة شبوة تجدد الاشتباكات بين مسلحين قبليين في مديرية الصعيد وقالت المصادر إن الاشتباكات تجددت بين مسلحين من آل أحمد بن فريد وآل أبو بكر بن فريد الذان ينتميان إلى قبيلة آل فريد العوالق في مديرية الصعيد على خلفية ثار قبلي وعشرت المصادر إلى أن وساطة محلية فشلت في احتواء الموقف وانسحبت من مواقع الاشتباكات بعد أن وصلت إلى طريق مسدود جددت منظمة العفو الدولية اليوم مطالبتها بإلغاء الحكم الصادر بحق الصحف أحمد ماهر وقال مكتب المنظمة بالخليج واليمن في بيان على منصة اكس في الثامن والعشرين من مايو حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن على الصحف أحمد ماهر بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية بعد محاكمة فادحة الجور اختتم مستوصف الغناء الطبي المخيم الطبي الجراحي المجاني السابع والمخيم الجراحي الثامن لجراحة مناظر الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة والذي يموله وينفذه المستوصف بمقره في مدينة تريم وبرعاية رسمية من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت وأجريت خلال المخيمين الطبيين التي استمرت نحو عشرين يوما ما يقدر بسبعين عملية جراحية ناجحة منها خمسين عملية أجريت في إطار المخيم الجراحي السابع وعشرين عملية في إطار المخيم الثامن لجراحة مناظر الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة دقائقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله اشتركوا في القناة